في كوكب الارض بدأت تظهر ارواح شرية وظواهر غريبة بتهدد حياة البشر واللي كان بيضرد الارواح الشرية دي اشخاص عندهم كوة خارقة اسمهم الروحانيين وواحد من الروحانيين دول ولد في المدرسة العادية واسمه شيجيو ولقبه موب وبيكون موب عايش في مدينة اسمها مدينة التوابل وبالرغم ان درجاته في المدرسة مش عليها وجسده مش رياضي الا انه بيملك كوة روحانية كبيرة عشان كده اشتغل في مكتب الارواح وضعيف وبيعتمد على موب في طرد الارواح وكل ده عشان يكسب من ورا فلوس اموب ما كانش يعرف ده وكان بيعتبر ريجين معلم وفي يوم في زبونة جات للريجين عشان فيه روح شرية بالطردها فريجين راح معاها بس مقدرش يطرد الروح وكلم موب فموب بجيب سرعة واضطرد الروح بسهولة وريجين بعد كده ادي له فلوس وقال له زي ما فهمتك قبل كده اي وعد تستخدم كوتك قدام الناس فموب قال له ماشي وروح تعشها مع ابو وامه واخوه صغير اللي اسمه رتسو وتاني يوم راح مدرسته واللي اسمها مدرست الملح وشاف البنت اللي هو معجب بيها واللي اسمها تسوجومي بس شوية وريجين كلمه وقال له تعالي بسرعة فموب راح له وريجين قال له احنا نروح دلوقتي نفاق غمض بتسكنه الارواح الشريرة وده بسبب حدثة حصلت فيه من 30 سنة ولما وصلوا النفاق ريجين دخل لوحده بس لما ملاقاش موب معايا تطلع يجري خايف وقال لي موب تعالي معايا عشان تساندني ودخلوا نفاق وهم عمشين ريجين استضم بروح شريرة فرش عليها ملح عشان يطردها بس معرفش والروح هجمت عليه فموب صد الهجمة وانقذ ريجين فصغر الروح وكمل طريقه والروح بتقول لي موب اني فيه ارواح اقوى مني بكتير جوا بس موب كمل ودخل وفعلا هجمت عليه روح جديدة وابتلعته فهو جواها اقضع عليها وخلص مهمته ومشي مع ريجين وبس كده يا صاحبي ده كان الجزء الاول من اني موب ان شاءت ستصنع النبي علي قبضة صلى الله عليه وسلم وتعمل لايك واشتراك للقناة اقسم بالله شاب الفيديوهات اللي هبنزلها دي بتعفيها جدا وانتظر الجزء التاني من اني موب وبس كده سلام اه انسيت اقول لكم على الحاجة مهمة ما تنسوش تكتبوه في الكومنتقات عايزين ادخسلكم اني مئي المرة الجاية ان شاء الله وسلام